أنواع الأوراق الورقة جزء هام في تركيب النبات، فهي مصنع الغذاء لباقي أجزائه، ولكن هل تأملت حولك لترى ما إذا كانت جميع النباتات تشترك في شكل الأوراق أم لا؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن. تختلف الأوراق اختلافاً كبيراً في شكلها الخارجي، ومع تعدد هذه الأشكال، إلا أن معظم الأوراق يمكن تقسيمها بشكل عام إلى قسمين، وهما كالتالي، الأوراق البسيطة والأوراق المركبة. أولاً الأوراق البسيطة، وهي الأكثر شيوعاً في النباتات، وتمتلك نصلاً واحداً فقط، ويمكن أن تأخذ الأوراق البسيطة أشكالاً متعددة، منها ما يلي الإبرية كأوراق الصنوبر، الشريطية كأوراق الذرة والنجيل، الأنبوبية كأوراق البصل، الرمحية كأوراق الكافور، البيضية كأوراق الدورانتا، القلبية كأوراق البطاطا الحلوة والمشمش. ثانياً، الأوراق المركبة، والتي يكون فيها النصل مقسوماً بعدة طرق إلى وريقات، وبغض النظر عن عدد الوريقات، فإن الورقة المركبة تمتلك برعماً إبطياً واحداً عند القاعدة، بينما لا تحتوي الوريقات على مثل هذه البراعم. وهناك نوعان رئيسيان من الأوراق المركبة، تابعاً لطريقة اتصال الوريقات بمحور الورقة، وهما كالتالي، أوراق مركبة راحية وأوراق مركبة رئيسية، فالأوراق المركبة الراحية التي تتصل فيها جميع الوريقات بعنق الورقة مباشرةً. أما الأوراق المركبة الرئيسية، فتتصل فيها الوريقات بمحور طولي في وسط النصل، لتترتب على جانبيه الوريقات.